السلام عليكم أعزائي التلاميذ الصفة السادسة الابتدائي نلتقي اليوم بإذن الله تعالى ما حل اقتبر نفسك للفصل الدراسي الثاني مدد المهارات الرقمية السؤال الأول حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي يتضمن كل موقع إلكتروني صفحة رئيسية هذه عبارة صحيحة اثنان الصفحة الرئيسة هي الصفحة الوحيدة على الموقع الإلكتروني هذه عبارة خاطئة ثلاثة عند إنشاء موقع إلكتروني من المهم يتم إعطاءه عنوانا مناسبا وجذابا هذه عبارة صحيحة لكي ينتشر هذا الموقع الإلكتروني لابد أن يكون له عنوانا مناسبا وجذابا أربعة يتم استخدام علامة التبويب إدراج في وجهة التحرير فقط لإضافة نص إلى الصفحة الإلكترونية هذه عبارة خاطئة خمسة حجم الصورة أو حجم الصور لا يمكن تغييره بمجرد إضافته إلى الصفحة الإلكترونية هذه عبارة خاطئة بل يمكن تغييره في أي وقت ستة نمط الخط وحجم النص على الصفحة الإلكترونية ثابت ولا يمكن تغييره هذه عبارة خاطئة بل يمكن تغيير الخط وحجمه كما أريد سبعة يجب أن تحتوي المواقع الإلكترونية على صفحات متعددة للحفاظ على تنظيم المحتوى هذه عبارة صحيحة ثمانية يمكن إضافة أيقونات الوسائط الاجتماعية إلى تبهيل الموقع الإلكتروني هذه عبارة صحيحة يمكن أن أضيف موقع الفيسبوك أو تويتر أو لينكلين أو أي موقع يمكن إضافته في تبهيل في آخر الموقع الإلكتروني تسعة أيقونات الوسائط الاجتماعية هي صور قابلة للضغط عليها ترتبط بملفات تعريف الوسائط الاجتماعية لموقع الإلكتروني هذه عبارة صحيحة السؤال العاشر بمجرد نشر موقع الإلكتروني لا يمكن تحديثه أو تغييره بأي شكل من الأشكال هذه عبارة خاضئة بل يمكن تحديثه وتغييره والإضافة إليه والحف منه وغير ذلك السؤال الثاني اختر الإجابة الصحيحة واحد الشبكة الإلكترونية العالمية هي أحد مكونات الإنترنت يتكون منها يتكون من أجهزة حاسب مترابطة أم مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على صفحات إلكترونية أم أنه لغة تصف كل ما تريد أرضه على صفحة إلكترونية أم أداة لإنشاء المواقع الشبكة الإلكترونية هي مجموعة من المواقع الإلكترونية التي تحتوي على صفحات إلكترونية اثنان وظيفة الارتباط التشاعبي يجعل النص غامقا أو مائلا أم يعيد توجيه المستخدم إلى صفحة إلكترونية أخرى أم يدرج صورة في صفحة إلكترونية أم ينشئ صفحة إلكترونية جديدة الارتباط التشاعبي هو يعيد توجيه المستخدم إلى صفحة إلكترونية أخرى ثلاثة الصفحة الرئيسة هي صفحة مصممة يتم عرضها على خلفية جهاز محمول أم صفحة مخفية عن العامة أم نوع من المتصفح الإلكتروني أم الصفحة الأولى من موقع إلكتروني الصفحة الرئيسية هي الصفحة الأولى من أي موقع إلكتروني تسمى الصفحة الرئيسية ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثالث اختر الإجابة أو حدد الإجابة الصحيحة أو الجملة الصحيحة والجملة الخطأ في مالي تعد قاعدة البيانات نظاما لتنظيم البيانات هذه عبارة صحيحة اثنان تحتوي قاعدة البيانات على جدول واحد هذه عبارة خاطئة ثلاثة حق لقاعدة البيانات هو مجموعة كاملة من المعلومات هذه عبارة خاطئة أربعة تسمى كل خلية حقلا في قاعدة البيانات هذه عبارة صحيحة خمسة يعد Microsoft Access من البرامج الشائعة لقواعد البيانات هذه عبارة صحيحة ستة يجب أن تتعلق جميع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات بنفس الموضوع هذه عبارة صحيحة أيضا سبعة يمكنك استخدام علامة تبويب تخطيط الصفحة لتنصيق نطاق خلايا كجدول هذه عبارة خاطئة ثمانية ميزة التنصيق كجدول في Microsoft Excel لا تضيف وظيفتي الفرز والتصفية إلى بياناتك هذه عبارة خاطئة تسعة يساعد فرز البيانات وتصفيتها على فهم البيانات وتنظيمها بشكل أفضل هذه عبارة صحيحة عشرة يوجد نوعان من الفرز في Microsoft Excel وهما الفرز التصاعدي والفرز التنازلي هذه عبارة صحيحة سؤال 11 عند تطبيق التصفية على جدول قاعدة البيانات ستبقى السجلات ولكن لن يتم عرضها هذه عبارة صحيحة أيضا ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الرابع حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي واحد تستخدم البيانات لاتخاذ القرارات بينما تستخدم المعلومات لتخزين البيانات هذه عبارة خاطئة هذه عبارة معكوسة فتستخدم المعلومات لاتخاذ القرارات وتستخدم البيانات لتخزين المعلومات أو لتخزين القرارات اثنان البيانات هي الحقائق الأولية الموجودة حولك هذه عبارة صحيحة ثلاثة البيانات هي قيم لا تعطي معنى وهي منفردة هذه عبارة صحيحة أيضا أربعة تعد المعلومات سهلة الفهم لأنها مترابطة هذه عبارة صحيحة خمسة يتوفر التنظيم في البيانات بينما لا يتوفر في المعلومات هذه عبارة خاطئة ستة المعلومات هي مدخلات للحاسب هذه عبارة خاطئة لأنها مخرجات وليست مدخلات سبعة تعد البيانات العددية نوعا من أنواع البيانات هذه عبارة صحيحة ثمانية قد تكون البيانات أحيانا على شكل صور أو مقاطع فيديو أو أصوات هذه عبارة صحيحة تسعة هناك نوعان فقط من البيانات وهما النصوص والأرقام هذه عبارة خاطئة فقد تكون البيانات صور أو رسوم بيانية أو مقاطع فيديو أو أصوات عشرة يعد عدد الأشخاص اللي في نزاروا متحفا خلال العام مثالا على البيانات العددية هذه عبارة صحيحة السؤال الحدي عشر تتكون البيانات الأبجدية من جميع الحروف الأبجدية والأرقام والرموز الخاصة مثل رمز الشباك وعلامة الدولار وعلامة النسبة المئوية وما إلى ذلك هذه عبارة خاطئة السؤال الثاني عشر يمكن استخدام البيانات الأبجدية لتمثيل اسم دولة مثلا هذه عبارة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الخامس حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي يكون المحور Y أفقيا والمحور X عموديا في نظام الإحدافيات الديكرتية هذه عبارة خاطئة اثنان يمكن استخدام المعامل المنطقي ليس على متى تنصيص نوت لعكس حالة الشرط هذه عبارة صحيحة ثلاثة تقع النقطة ذات الإحدافيات 0.10 في نظام الإحدافيات الديكرتية في الركن الأيسر السفلي من المنصة هذه عبارة خاطئة أربعة يرجع المعامل المنطقي قوسين وقوسين في سكراتش صحيحا فقط إذا كان كل الشرطين فيه صحيحين هذه عبارة صحيحة خمسة يرجع المعامل المنطقي قوس أو قوس أو في سكراتش صحيحا فقط إذا كان كل الشرطين فيه صحيحين هذه عبارة خاطئة ستة يعكس المعامل المنطقي ليس نوت في سكراتش القيمة المنطقية للعملية هذه عبارة صحيحة سبعة تنقل لبنة اذهب إلى الموضع أو إلى الموضع سين وصاد أو go to x y الكائن إلى الموقع إلى موقع الإحدافيات المحددة هذه عبارة صحيحة أيضا ثمانية تحرك لبنة غير الموضع صاد بمقدار change y by الكائن عددا معينا من الخطوات لأعلى هذه عبارة خاطئة تسعة لبنة اذهب إلى موضع عشوائي go to random position تنقل الكائن إلى موقع عشوائي على المنصة هذه عبارة صحيحة عشرة تجعل لبنة انزلق خلال ثانية إلى الموضع سين الكائن يتحرك بسلاسة إلى موقع الإحدافيات x و y في فترة زمنية محددة هذه عبارة صحيحة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال السادس اقرأ البرنامج الآتي بعناية وشرح وظيفة كل جزء عند نقر غير المظهر إلى grasshopper إذهب إلى موضع عشوائي إذا ملامس للون البني أو ملامس للون الأخضر تحرك عشرون خطوة وإلا غير المظهر إلى grasshopper تحرك عشر خطوات ولدينا هنا أربع خطوات الخطوة الأولى في هذا الأمر يغير الكائن مظهره الحالي إلى مظهر آخر الخطوة الثانية إذا هم إلى موضع عشوائي ينقل الكائن إلى موقع عشوائي داخل المنصة بعد ذلك الخطوة الثالثة إذا ملامس للون البني إذا لمس الكائن اللون الأخضر أو البني فسيتم تشغيل اللبنة الموجودة في المساحة الأولى ثم يتحرك الكائن عشرون خطوة والخطوة الرابعة إذا كان كل الشرطين خاطئين فسيتم تشغيل اللبنة الموجودة في المساحة الثانية ثم يتحرك الكائن بعد تغيير مظهره عشرة خطوات هكذا أعزائي نكون قد أنهينا هذا الاختبار ألقاكم على خير بإذن الله في اختبارات أخرى لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دونتم في أمان الله السلام الله عليكم ورحمته وبركاته